شركة الممتلكات البحرين القابضة شركة المنهم البحرين ألبا لغة الأرقام برهان ومشاريع حكومة مملكة البحرين على أرض الواقع دليل قاطع على جهود شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي أتت بحسب ما نشرته فوربس الشرق الأوسط ضمن أكبر عشرة صناديق ثروة سيادية عربية تتكون محفظة صندوق شركة ممتلكات البحرين القابضة باعتباره صندوق الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين من أكثر من خمسين شركة منها شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة وهي الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة بالإضافة إلى شركة ألمانيوم البحرين ألبا وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو وبنك البحرين الوطني وطيران الخليج وبلغ مجموع الأصول المدارة أكثر من 18 مليار دولار وتمثل الأصول المحلية للصندوق السيادي البحريني 18% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتدعم أكثر من 120 ألف وظيفة ووفقا للبيانات المالية حقق الصندوق بما يشمل شركاته التابعة صافي ربح قدره 329 مليون دينار بحريني في عام 2021 ويرجع هذا التحسن إلى تعزيز الأداء التشغيلي لشركة ألبا الشركة الرئيسية للصندوق وتستمر جهود شركة ممتلكات البحرين القابضة في تعزيز اقتصاد مملكة البحرين ورفضه بالاستثمارات مما يجعل مملكة البحرين بيئة مثالية للاستثمارات والسياحة بأشكالها نظير البنية المتوفرة ليستمر اقتصاد البحرين بالنمو ويحقق تطلعات حكومة وشعب مملكة البحرين المنشودة